أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن وجود ما يقرب من 17 ألف طفل فلسطيني في غزة انفصلوا عن عائلتهم بعد مرون نحو خمسة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ويعاني الأطفال في قطع غزة من سلسلة من الأعراض النفسية المرتبطة بالخوف والاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية والتبول الألاء إرادي وعصبية المزهج وغيرها من الأمراض كانوا هنا يلعبون ويسعدون بطفولتهم كنا هنا نرعاهم ونأمل لهم في حياة هانئة وفجأة تغير كل شيء في السابع من أكتوبر حكم الاحتلال الإسرائيلي على عائلاتنا بالموت والشتات في غزة نازحون من غزة هذا هو الوضع المؤسف الذي آل إليه آل شمال القطاع بعد اطرارهم للنزوح إلى الجنوب ومن ظل منهم وبقى تقطعت به السبول عن باقي أفراد عائلته خياران كلاهما مر إما النزوح أو الموت فرضهم الاحتلال الإسرائيلي على أهالي شمال غزة ولم يترك لهم إلا ما هو أمر منهما وهو الشتات أكثر من 135 يوما من الموت والضمار والآلام مروا على أهالي غزة سنوات وسنوات وعلى العائلات المشتتة طهرا يعيشون الرعب كل لحظة خوفا على عائلاتهم أول حرب يعني سابرت على الجنوب والتواصل ضعيف ضعيف فوق ما تتخيل يعني كل شهر أو كل شهر يوم لما يعني يلقى طنت وصير فيه يعني فيه إرسال وفيه تجاوب يعني وبينتقلوا من منطقة لمنطقة زي ما انت عارف ويعيشون على أمل أن يجمعهم لقاء ثاني فلا هم في مأمن بالشمال ولا وعود الاحتلال بأن الجنوب آمن صدقت اشتركوا في القناة